بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة والكرام قناة بن أجرم تقدم لكم الدرس الثامن والعشرون من هذه السلسلة التي يتعلق بالنحو الواضح نوصل فاتشو تشيمكو وسنرى اليوم الأسماء الخمسة وإعرابة والعربية الأمثلة جاء أبو سعيد أبوك طبيب مهر ton père est un médecin abîل كان أبوك رجولن حزيم ton père était quelqu'un de d'affirme qu'il savait ce qu'il voulait لعلى القادما أبو محمد ن pillنت موسيقى نسمنا سوف تسوف البي سعيد رأيه ناس عن البي نسمنا سوف يحكي لك نسمنا سوف يحكي في الحب وَدَعْنَا أَبَا سَعِيدُ Nous avons dit au revoir au père de Sa'id يُجِلُّ النَّاسُ أَبَاكَ Les gens glorifient ton père لَعَلَّ أَبَاكَ طَبِيبٌ مَاهِرُ J'espère que ton père est un médecin habile إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ رَجُلٌ شَرِفُ Ton père est quelqu'un qui est شَرِف C'est-à-dire qu'il y a une lignée importante يَسِيقُ النَّاسُ بِأَبِيكَ Donc les gens ont confiance par rapport à ton père Ils font confiance à ton père يَشْكُرُ النَّاسُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ Les gens remercient ton père de Mohamed كَلِمَةُ الْبَحْثِ كَلِمَةُ أَبَا في جَمِعِ الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ Dans tous les exemples précédents وَهِيَ مُضَافَ في كل مِثَلْ إِلَا كَلِمَةٍ أُخْرَا غَيْرَا أَلْيَا أَلَّتِي تَدُولُ عَلَى الْمُتَقَلِّمُ Et donc le أَبْهِي مُضَافَ Il est annexé à un mot sans que ce soit لِيَا الْمُتَقَلِّمُ Car nous verrons dans ce cas-là que le أَبْ ne fait pas partie de l'أَمْثَا lorsqu'il est مُضَافَ الْيَا الْمُتَقَلِّمُ Là on voit qu'il est مُضَافَ أَبُوكَ أَبُوكَ أَبَا سَعِيد وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا في جميع التراكب القسم الأول وجدتها مرفوع Dans tous les cas de la première colonne il est مرفوع جاء أَبُو سَعِيد أَبُوكَ طَبِيبٌ كان أَبُوكَ لأنها في التراكب للأول فاعل Dans le premier cas il est فاعل جاء أَبُوكَ أَبُو سَعِيد donc le faire de سعيد est venu dans ce cas-là il est فاعل وفي الثاني مُبْتَدَ أَبُوكَ طَبِيبٌ مَاهِر donc أَبُوكَ c'est مُبْتَدَ طَبِيبٌ مَاهِر c'est le خَبَر وفي الثالث إِسْمُ كَانَ كَانَ أَبُوكَ رَجُولَنْ حَازِمَنْ ton père était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait donc كَانَ أَبُوكَ donc c'est إِسْمُ كَانَ donc dans ce cas-là il est aussi مرفوع وفي الرَّابِع خَبَرُ لَعَلَّ en espérant que لَعَلَّا الْقَادِمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَبُو c'est le خَبَر de لَعَلَّ en espérant que celui qui arrive c'est أَبُو مُحَمَّدٍ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا في الْقِسْمِ الثَّانِي وَجَتَهَا مَنْصُوبَة في جَمِعِ التَّرَاكِبَةٍ dans le dans le deuxième 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 colon وَدَّعْنَا أَبَا سَعِيدَ donc أَبَا أَبَا toujours il est مَنْصُوب pourquoi لِأَنَّهَا مَفْعُولٌ بِه في التَّرْكَبَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ dans les deux premiers cas il est مَفْعُولٌ بِه وَدَّعْنَا أَبَا سَعِيدَ nous avons dit أَبَا أَبَا سَعِيدَ يُجِلُّنَسْ أَبَاكَ donc dans ces deux cas là il est مَفْعُولٌ بِه وَاسْمُوا لَعَلَّ وَإِنَّا في التَّرْكِبَيْنِ الْأَخِرَيْنِ et dans le deuxième cas لَعَلَّا أَبَاكَ إِنَّا أَبَا dans ces deux là ils sont إِنَّا وَإِسْمُوا لَعَلَّ وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا في القسم الثالث وجدتها مجرورة في جميع التراكب لأنها مسبوقا بحرف من حروف الجر في كل مثال رَضِيْنَا عَنْ أَبِيْ سَعِيد رَضِيَ النَّاسُ عَنْ أَبِيْكَ non des c'est qu'il est مجرور فما هي إذن علامات الرفع والنصب والجر فيها إِذَا تَأَمَّلْنَا الْكَلِمَةَ الْأَبَ في أمثيلة الْقِسْمِ الْأَوَّل حَيْثُ هِيَا مَرْفُعَ dans le cas où il était مَرْفُعَ وجدنا الْوَوْ تُلَازِمُهَا في جميع التراكب dans le cas du مَرْفُعَ on voit que le وَوْ est toujours avec le أَبَ جَا أَبُو سَعِيد أَبُوكَ كَانَ أَبُو ok donc dans ce cas là on va dire que c'est c'est le signe du رَفَع ok وَإِذَا تَأَمَّنَا في أمثيلة الْقِسْمِ الثانِ حَيْثُ هِيَا مَنْ سُبَهُ وجدنا الْأَلِفُ تُلَازِمُهَا أيضًا في جميع التراكب et dans le cas du نَسْب on voit que le نَسْب on voit que le le signe du نَسْب c'est bien وَدَّعْنَا أَبَا سَعِدْ يَدِلُ النَّاسُ أَبَاكَ لَعَلَّ أَبَاكَ طَبِيب etc وَإِذَا تَأَمَلْنَا في الأمثيلة الْقِسْمِ الثالِثِ حَيْثُ هِيَا مَجْرُورَةَ وجدنا الْيَا تُلَازِمُهَا أيضًا في جميع التراكب et donc on voit dans le cas du جَر que le يَا est le signe du جَر رَضِيَنَا عَنْ أَبِي سَعِدْ رَضِيَا النَّاسُ وَعَنْ أَبِيكَ وَالْيَا هي عَلَامَةُ جَرِّهَا هذا وَهُونَا كَ أَرْبَعَةُ أَسْمَا أُخْرَ إِلْيَا كَتْر أُتْرِ تِيبْ دَنَوْ كِي رَنْضَ لِمْ مُلْ لِمْ لِمْ كَي لِمْ وَحُكْمُوا هَذِهِ الْكَلِمَتْ فِي إِعْرَابِهَا بِلْوَاوْ وَالْأَلِفُ وَالْيَا وَالْرَفْحَنْ وَالْنَصْبَنْ وَجَرْنْ وَهِيَا أَخْ وَحَامُونْ وَفُو وَذُو بِشَارْتِ أَنْ يَكُونَ كُلْ مِنْهَا مُضَافًا لِغَيْرِيَا الْمُتَالْكَلِّمْ à condition qu'ils soient tous modafs à un mot excepté يَا الْمُتَالْكَلْنِمْ dans ce cas là on ne pourra pas les inclure dans الْأَسْمَ الْخَمْسَةِ فَتَقُولُ هَذَا أَخُوكَ وَرَيْتُ أَخَاكَ وَرَضِيْتُ عَنْ أَخِيكَ وَهَكَذَا تُسَمَّ هَذِهِ الْبِلْأَسْمَ الْخَمْسَةِ donc c'est ça qu'on appelle الْأَسْمَ الْخَمْسَةِ الْأَسْمَ الْخَمْسَةُ هِيَ أَبَ وَأَخُو وَحَمُون وَفُو وَذُو الْأَسْمَ الْخَمْسَةُ رُفَاعُ بِالْوَاو وَتُنُصَبُ بِالْأَلِفُ وَتُجَرُ بِالْيَا وَيُشْتَرَتُ فِي إِعْرَابِ هَذَا الْإِعْرَابِ أن تكون مضافة لغيرياء المتكلم نُكَ خُنسُ الْإِفْخَاعِ أَبُون الْبِعِ حَمُون لَوَوَوَوَ فُو لَبُوشَ ذوه يمعنى صاحب هذا ذو مال لسيء يمعنى صاحب ذوه يمعنى صاحب ابو فارد رجل فاضل ابو مبتدى مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من أسمال خمسة فريد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة رجل خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم فاضل نعطن مرفوع وعلامة الرفع الضم donc le père de فارد était quelqu'un de fاضل quelqu'un d'important لَيْتَ أَخَ صَالِحًا مُقْبِلُنُ en espérant que ton frère صالح arrive لَيْتَ حَارْفُ تَمَنِّي l'espérance وَالنَسْخ pourquoi النَسْخ ? parce qu'il va influer sur le khabar المُقْتَد مَبْنِنُوا عَلَى الْفَتْحَ أَخَ اسْمُ لَيْتَ مَنْصُوب وَالَمَتُ نَسْبِهَا الْأَلِفُ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْمَ لِخَمْسَةً صَالِحٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَالَمَتُ جَرِّهَا الْكَسْرَ مُقْبِلٌ خَبَرٌ لَيْتَ مَرْفُوعٌ وَالَمَتُ رَفِعِ الضمَّ يُحِبُ النَّاسُ كُلَّ ذِي مُرُوَاتٍ donc les gens aiment tous ceux qui sont qui sont la caractéristie des hommes des gens biens يُحِبُ فِعْلُ مُضَارِعُ مَرْفُوعٌ وَالَمَتُ رَفِعِ الضمَّ النَّاسُ فَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَالَمَتُ رَفِعِ الضمَّ كل مفعول به من صُب وَالَمَتُ رَفِعِ الضمَّ ذِي مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ كُلَّ ذِي نقل ذو لا مُضَاف إِلَيْهِ وَالَمَتُ جَرِّ الْيَا ذِي لأنه من أسمال خمسة اللَّبَسِ ذُو يُكِلِ مُضَافِ إِلَيْهِ كُلَّ ذِي مُضَافِ مُرُوءٌ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَمَتُ جَرِّيَّ الْكَسْرَةِ نَتَّفِي بِهَذَا الْقَدْرُ وَإِلَى تَرْسٍ آخَرٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَدِكَ أَشْرُ وَاللَّا إِلَى 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 إِلَا أَنْتَ استغْفِرُكَ وَيَتُوبُ لَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِهِ الْعِزَّةِ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعْلَى وَبَرَكَاتُهُ